اه عندك اه اه يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعد المجيشن في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تقنيب ضمير وتعبان جدا وحس ان هو فقد حاجة غالية عليه اه اه يعني مش مرتاح ابدا في اه في بعضكو عن بعض اه للبعض ممكن يكون هو مش يوثيبك او انت اللي مش يوثيبته يعني في حد ادى ظهره للعلاقة او كده يوثيب لكن انا شايفة في تفكيره اه يعني هو شايفك متقلم او هو متقلم انا شايفة هو متقلم اه بشكل كبير قوي وشايفة ان هو اه في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون اه بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضكو اللي بعضكو العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعامل فيها سحر اه سحر تفريق لان غير كده انا عندي مع انا شايف دول اللي كمين دول جنب بعض كده اه ممكن تكون دي فقط سحر يعني فقط سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتو كنتو متزاوديين اه ده هيكون للبعض طبع مش كلكم كل حد حادث بطاقتو حادث بنفسو هو فيه الحاجة دي او لأ آآ شايفة فيه بعض بسبب الطاقة التلبية دي او بسبب تدخل آآ طرف تالت بقايا كانت طريقة التدخل وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده لكن شايفة متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي لكن الشخص ده عنده حب ليك وعنده احترام كمان بيحترمك الشخص ده وآآ آآ ولو كان دخل في علاقة آآ فالشخص ده آآ هقول لكم الاحتمال التاني برضو لو الشخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك واجهك وزعلين جدا وبتعبه وبتلومه في جوة نفسك فالشخص ده حلين لوحده والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي آآ راحة آآ بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي يعني اتطاق الساحب مرحاش بقراطه يعني آآ دي حاجة تانية برضو جات على بريد دلوقتي وانا شايفة شايفة اقتراقة فبرضو كل حد يشوف السيناريو المنسج دي آآ ده بالنسبة لتفكيره بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة آآ الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك آآ فيه بينكو تواصل روحي آآ فيه آآ فيه مشاعر محتاج الشخص ده محتاج ان هو آآ يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية او من ايا كان الوضع السلبي اللي هو فيه الشخص ده محتاج آآ استشفاء بشكل كبير وآآ وشايف كبان في مشاعره تجاهك آآ شايفك انك انت عبعدت عنه قوي او بقى ما يعرفش اخبارك آآ آآ بشكل دقيق آآ شايفك بعيدت يعني ما بقتش موجود في حياته. هقولوكو الابراج والتاقات الموجودة في طرع عطلمانسة. شايفة معك برج ستور وبرج الاسد وبرج القوس. وبرج آآ آآ سور اسد قوس. آآ آآ جوزاء. آآ دم. آآ سرطان. عزراء حمل. آآ برج الجاذي ازاي بردو. آآ آآ دي الابراج اللي موجودة وبرج الحوت. دي الابراج اللي موجودة ودي والتاقات اللي موجودة كل التاقات موجودة معت في القراءة. لكن هنا بقى هقولك ايه التاقات اللي موجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غلبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني. طيب آآ في مشاعره زي ما قلت هو روج من طاقة سلبية آآ شايفة كمان آآ في عنده حيرة آآ والحيرة دي تنسب بباله ازمة. ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو آآ يلاقي حل يعني في عنده شخص ده آآ ازمة في الوقت الحالي قوية جدا. آآ في عنده حزن بسبب رحيل. آآ مش عارسة ليه حتى برج الجاذي انك انت اللي سبته ومشيت. بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني. لكن شايفك انت سبت الصرف ده ومشيته شخص ده حزين جدا. آآ وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده. وعنده حيرة كبيرة قوي بين امرين. ممكن بينك وبين اهله. او بينك وبين اي ان كان الصرف التالت. او بين ان هو يرجع او لأ. آآ شايفة في اشتياء وحنين لك بشكل كبير قوي. آآ شايفة فيه آآ لو انتو بينكم اطفال آآ شخص ده ممكن يكون مفتقل اطفال. ولو انت لمعاك الاطفال. في اشتياء كبير كمان. وفي تفكير في الذكريات بشكل كبير. وفي الشخص ده بيقعد يضعي ربنا كتير قوي انه يتقابلوا او انه آآ تكونوا مع بعض آآ شايفة كده بشكل كبير قوي. وممكن كمان يستعين بحد آآ في انه يصلح العلاقة آآ ما بينكم. ولكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمغي بيها. او فيه حاجة موقفة آآ في الوقت الحي. آآ ده من ناحية آآ مشاعره. النوايات جاهك او تجاه العلاقة. انا شايف الشخص ده شايف انه آآ فيه حاجات كتير تهدت او انهارت بينكم. آآ فيه آآ فيه كمان آآ ممكن يكون شايفك متجهله. آآ او انك انت مسلا هديت كل حاجة وبوصل كل حاجة وديت ظهرك آآ للعلاقة او للحياة او او لأي انجان الشكل الوضع اللي بينكم ديت ظهرت ليه وبعت. آآ ممكن يكون شايفك كده يعني او انت اكتشفت خيالة في عدية المعبد على اللي فيه او حاجة كده. آآ شايفة كمان آآ في نوايات الشخص ده عايز يتكلم معيك. عايز يجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح. الشخص ده بيشوفك توقع مروح ليه. آآ بيشوف ان هو مقدرش يستغنى عنك بيشوف انك انت الشخص المناسب ليه آآ مفتقدك جدا في حياته فعايز يتكلم معيك آآ آآ بشكل طريح يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة. ده لو السيناريو ده مناسب ده مناسب ليه كوي يعني. آآ كمان شايفة في نوايات الشخص ده يعني آآ في حب كبير لك قوي وفيه عايز معك استقرار. عايز بعد عن طاقة سلبية. او عن اشخاص سلبيين. آآ آآ شايفة كمان آآ في آآ في سهلا عندكو طاقة سلبية. آآ يعني كانت الموجود الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر آآ يا برج الزيدي اللي بيعاني من طاقة سلبية. فيه عنده طاقة سلبية. ولو هو سيبك وراح لطرف سالك. فهو معي آآ مربوط بآآ بطاقة آآ سلبية. آآ هتلاقوا على القناة الفيديو بتاع آآ الفكت الطاقة السلبية او التخلص منها او السح آآ موجود ممكن تسمعوه هيفيدكو كتير. آآ الشخص ده في عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي. ممكن تكون فيه مشاكل كمان مع الطرف التالت ده. ايا كان مين هو. آآ شايفة فيه عنده ندم واحساس بحصرة واحساس بخسارة. واحساس بان هو فقد حاجات غلي عليه. شايفة فيه عنده الاحساس ده بشكل كبير قوي. ومفتقدك جدا. آآ وشايفة مقيد برضو. يعني مقيد في حاجة مش عارف آآ يخرج من عنده افكار في علاقتكو انتو اللي اتنين جميلة آآ وعنده كلام عاوز يحكيه معيك وعاوز يقوله لك. لكن الشخص ده مربوط ومش قادر. آآ يعني هو مش قادر حاليا. ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه فيه جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة. والشخص ده في عنده في جواه مشاعر كويسة ليك. لكن هو في الوقت الحالي آآ مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني. لكن هو فيه آآ وبيشوفك فرصة كمان. يعني هو بيشوفك فرصة آآ صعب ان هو آآ يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه. آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بازمات مادية مثلا او كده. آآ لبعض مش ناس في الشخص انا بكلمه يعني انا بقول كل الاحتمالات ممكن تكون موجودة آآ في القراءة. آآ ده لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بنادم وبخسارة وبتعب وبقليم وعنده كمان مشاعر حلوة يعني تناقب ده كمان في المشاعر هو تعبه. يعني تعبه بشكل كبير. آآ ده بالنسبة لنواياه. آآ بالنسبة لخطوة القادمة الشخص ده ممكن يكون مسافر او فيه بينكم سافر. آآ او انتم من بلاد مختلفة او ايا كان. لكن المهم انكم انتم فيه بينكم آآ صفر بشكل كبير. او ممكن يكون لبعضكم يعني. آآ شايفة كمان للبعض آآ يعني في في خطوته القادمة. ممكن هو يفكر في السفر او يفكر انه هو يبعد او يسافر. آآ شايفة فيه آآ رفض من من حد فيكم للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية او بسبب طرف تالت او بسبب تدخل اشخاص. سواء الطرف تالت ده حد من الاصحاب او اصدقاء. حد من الاهل او او زوجة. فيه رفض هيحصل. شايفة فيه آآ لو الطرف التاني ده اللي انت بتعمل معي راجل. يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برج الجزي. فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج وممكن يكون فيه فيه حياته آآ زوجة تانية فعلة. والشخص ده متقلم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي. ده ده سيناريو. ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيت تتكلم معيه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي. آآ بسبب آآ رفض الاهل ده. آآ شايفة فيه حيرة شايفة فيه مفترق طرق بشكل كبير. آآ شايفة آآ شخص ده محتار لكن متمسك بيك. ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا يعني هو مستني حاجة تحصل آآ فجأة آآ سوري لو فيه دوشة لو انتوا بتسمعوا دوشة من البلكونة لان انا قعدة جنب البلكونة فآآ فسوري يعني لو انتوا بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده آآ فشايفة الشخص ده من الثاني حاجة تحصل فضع حاجة تحصل من عند ربنا آآ آآ وفيه بشرة على فكرة يعني فيه بشرة هتجيلكو ان شاء الله فيه حاجة ممكن آآ تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين انكم آآ لازم تخرجوا منطقة آآ منطقة سلبية آآ بالنسبة لمصير العلاقة آآ انا شايفة فيه مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة اوي مقدمة ليكو يا برج الجزء فرصة كبيرة اوي بعد حيرة كبيرة بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض آآ شخص مسلا آآ كان سيء اتباع او تصرفاته كتير مش كويسة او آآ بيتعامل معك بشكل آآ فيه خصة كده وناديلة ده للبعض منكو طبعا آآ وانت بتعمل بلقة عالشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف يعني بشكل فيه آآ شوية خسيسة او كده او ممكن تكون القراءة عكسية يعني آآ فانت شايفك عامل بلوق للشخص ده وشايفة فيه قدامك فرصة ثانية وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص آآ فيه عنده ندوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير الشخص ده آآ يعني ممكن قلت انه من ثلاثين لحد وانت طالع بقى آآ لكن هو مش اقل من ثلاثين آآ ده سنة تيها آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده دي حاجة في حاجة تانية كمان آآ الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيرقبك وعايز يقدم لك فرصة آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت يعني زي كده يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بك او لأ فانا عايز اقولك ان الشخص ده لو ده سيناريو يعني شخص ده هو كمان بيحبك وبيرقبك وفيه فرصة بينكو انتو اللي اتنين في كلام ممكن يحصل بينكو انتو اللي اتنين بس الشخص ده شوي عنده حيرة بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش او سمعه او العكس ممكن يكون ده حصل معك انت انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده آآ لكن انا شايفة فيه فرصة كبيرة بينكو دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملت كراءة آآ بشكل عام لكل فقات البرج آآ بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العازبين النصيحة بتاعتك آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك انت محتاج تحب نفسك اكتر محتاج تميز نفسك او تكرم نفسك او انك تعرف انك تستحق كل ما هو افضل آآ محتاج انك توازن كمان يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدي ممكن تكون بتدي اكتر ممكن تكون بتاخد اكتر آآ آآ فخلي بالك في موضوع الاخذ والعطى حاول تحب نفسك اكتر وتهتم بيها وتميزها او تدليلها آآ بحس انك تلاقي اللي يعمل معك كده لكن ما تستناش ده يحصل من بره الاول آآ بعد ما انت تكون آآ آآ هادرت في حفظك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك حاجات كتير اوي تكون عملتها وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد لا اعمل كده لنفسك الاول وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك دي انا شايفها بشكل كبير ولا بعضكو بالنصيحة انت محتاج تستشير حد آآ من اكبر منك او زاوي من زاوي الخبرة آآ في امور آآ تخص آآ مثلا الحياة العطافية او الزوجية او امور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات اللي زي كده لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا برج الجزي بالنسبة للعازبين ايه جاي في حياتك انت العازبين انت كنت مربوط لفترة مقيد في علاقة وممكن لبعضكو كنت مقيد في علاقة سلاتية برج الجزي وحاسس ان هي عبق عليك قوي وحملة ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني او انت حبيت شخص هو آآ قريضي في علاقة آآ الموضوع ده كان بالنسبة لك مسبب لك قزمة كبيرة قوي ممكن لحد الوقت هو عندك ومسبب لك قزمة كبيرة قوي آآ آآ شايفة في عندك التشفاء بشكل كبير من من الواضع ده ومن الحمول الكثير اللي عندك ده انت كمان من يا برج الجزي من الشخصيات اللي تيجي على نفسك قوي وبتضغط على نفسك وتحيتك ومتعرفش تقول لأ آآ فانا عايزك في الفترة اللي جاية قول لأ بقى يعني قول لأ كتير كده والحاجة اللي ما تعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها رفضها وخليك واثق في نفسك وانك هيجي لك احسن وانك هيجي لك افضل يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك آآ هتحصل معاك حاجات كتير قوي في عندك فرصة عظيمة آآ في عندك تواصل روحي مع شخص وفي عندك طاقة استشفاء بشكل كبير يا برج الجزي عندك فرصة كبيرة قوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان بالنسبة اللي بيشتغله عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك وقرارات دي هتكون سليمة وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من اول جديد آآ يا برج الجزي آآ شايفك آآ لو مستني ارتباط انت محتاج تخرج من طاقة آآ تلبية محتاج كمان آآ محتاج استشفاء محتاج قاعدة تعد مع نفسك لكن انت في عندك فرصة كبيرة قوي للارتباط وفرصة كويسة موجودة عندك هناك عاذبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبرج الجزي ودي تخصتك وكلكم طبعا وفيه عندك قرارات سليمة هتخذها في الفترة الجاية آآ بعضكم طبعا من المستني حمل او انجاب فيه حمل وفيه انجاب فيه سعادة الطفل سواء انت على مستوىك الشخصي او على آآ مستوى العائلي يعني سواء هتسمع في العيلة او انت نفسك تكون مستني حمل او انجاب آآ شايفة عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة اوي جاية يا برج الجزي بتحاول تخرج نفسك من اي طاقة تلبية حاول تخرج نفسك لو انت فيه رافض حسيته من حد او من اهل حد او من الكلام ده كله فانت بتخدها من نفسك مش من الآخرين آآ فخلي ده شوية ما يهمكش وكتسب الطاقة ايجابية كبيرة وطرد الطاقة التلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك آآ في الفترة اللي جاية لان انت داخل على فترة كويسة وبتتيب ماضي سيء على فكرة فيه ماضي سيء انت كنت مقيد فيه آآ بتخرج منه آآ لحاجة افضل ان شاء الله ويا رب الكلام يكون بشرة خير وتتحقق تكون بنسبالكو آآ والقراءة انتهت ما تنسوش